وللمزيد حول دخولي وخروجي الشاحنات ينضم إلينا من أمامي معبر رفح البري مراسل التلفزيون المصري الزميل كريم بيبرس بعد التحية كريم يعني انقل لنا أهم وآخر المستجدات لديك بما أنك موجود الآن في العريش تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما الأهم في هذه اللحظة هو تمديد الهدنة ليومين إضافيين هذه الهدنة ضمن بنودها أيضا استمرار بنود سابقة مثل الأربعة أيام الماضية نتحدث عن عشر من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى حماس وبالإضافة للمقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في كل يوم إذن بإجمالي خلال يومين عشرين من المحتجزين لدى حماس وحركات والفصال الفلسطينية في مقابل ستين من الفلسطينيين المحتجزين لدى سجون الاحتلال وجهود دبلوماسية مصرية قوية أعلنت بالمشاركة مع قطر والولايات المتحدة عن تبديد هذه الهدنة وأيضا على أمل الوصول لوقف إطلاق نار بالكامل حيث أن الأوضاع في قطاع غزة في هذه الأراضي الفلسطينية أوضاع كارثية حتى بعد دخول عدد كبير من الشاحنات ومنها اليوم أيضا دخول ربما مئات الشاحنات تخطى المئتين حسب المتفق عليه حيث أن قوات الاحتلال لا توافق دائما على دخول كل الشاحنات من المئتين اللي تم الاتفاق عليه وذلك تم إدخال مئات الشاحنات ربما مئتين ربما مئتين وخمسين ربما أكثر من ذلك دخلوا خلال معبر رفح اليوم وإلى الجانب الآخر حيث يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال ولكن أيضا حسب الهلال الأخمر الفلسطيني منذ دقائق من الآن تم توزيع بعض هذه الشاحنات ودخلت بالفعل إلى الشمال غزة أمس أخبرتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيد مرة أخرى بعض من الشاحنات بخصوص الخروج والدخول لعدد الشاحنات والتي قامت نصر مرة أخرى بإعادة العدد الأكبر من المتفق عليه هو ما يتخطى المئتي شاحنة يوميا تحسبا لهذه الشاحنات التي سوف تعيدها مرة أخرى إسرائيل يعني إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها بالفعل ولم يعد منها شيء حتى الآن واليوم هو اليوم الرابع للهدنة والأخير إذا تحدثنا عن إجمال الشاحنات التي دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية نتحدث تقريبا ما يزيد عن 800 شاحنة دخلوا خلال هذه الأربعة أيام باليوم يعني منذ صباح الجمعة وحتى اليوم تخطى 800 شاحنة ولكن العدد ما دخل إلى قطاع غزة هو ما دائما هناك خلاف عليه حيث أن بعض الشاحنات تذهب إلى الجنوب بعض الشاحنة تذهب إلى الوسط بعض الشاحنات تذهب إلى الشمال الشمال وصل منه فقط 150 شاحنة حتى بالنسبة لشاحنات الوقود وشاحنات الغاز دخل حتى صباح اليوم 21 شاحنة من الغاز وتحديدا السولار والغاز ليتم توزيعهم في حسب الأونر وفي أماكن مختلفة في قطاع غزة ولكن حتى الآن ربما حسب الأنباء أن هناك الغاز لم يصل إلى شمال قطاع غزة الفلسطينيين يعني يبيتون في الشوارع منذ ثلاثة أيام لاستقبال هذا الغاز أيضا بالإضافة لذلك سيارات الإسعاف نقلت عدد كبير اليوم من المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في محافظة شمال سيناء تحديدا في مستشفى العريش العام بالإضافة أيضا لخروج عدد كبير من العالقين ولكن ربما أيضا من النقاط الأهم التي واضحت خلال الأيام الماضية هي عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة على أمل استمرار الهدنة أيضا النقطة الأخرى هو أن هذه الشحنات التي تدخل حتى الآن لا تكفي 30% فقط من احتياجات قطاع غزة الحقيقي لذلك ضغوطات مصرية لدخول عدد أكبر كما ذكرت وكما رأينا الأيام الماضية لدخول عدد أكبر من الشاحنات المتفق عليها على أمل الضغط على قوات الاحتلال لدخول أكبر عدد من الشاحنات للأشقاء في فلسطين أشكرك شكرا جزيلا زميل كريم بيبرس كنت معنا من مدينة العريش شكرا جزيلا